سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة مثل دلالة الملك للعمال الخارية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة تحقيق سموه المركز الثالث عالميا والأول عربيا في بطولة العالم القدرة التي انطلقت من جمهورية سلوفاكيا هذا نصها سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة حفظه الله ومثل دلالة الملك للعمال الخارية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يطيب لنا أن نعرب لسموكم عن بلغ التهن والتبركات بمناسبة تحقيقكم للبحرين المركز الثالث عالميا والأول عربيا في بطولة العالم القدرة التي انطلقت من جمهورية سلوفاكيا إن هذا الانجاز العالمي الذي حققتموه يبعث على الفخر والاعتزاز ويؤكد بصورة جلية ما يتمتع به الشباب البحرين من قدرة على رفع اسم مملكة البحرين خفاقا في المحافة الرياضية الدولية إن نتائج جهود سموكم في تطوير الرياضة وبخاصة رياضة الفروسية وسبقة القدرة بانت واضحة من خلال احتلال مملكة البحرين لمكانة متقدمة في منصات التتويج الإقليمية والعالمية في هذه الرياضة أكرر التهاني لسموبكم على هذا الانجاز الكبير متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء